الحقيقة ظهر وبينة بين وضوح الشمس انت ليه او انت ليه عايزين تطلع مبررات عشان تخبوها ليه بتتغاضوا عن الحقيقة مضطرين؟ ممكن عشان الملكم متوقعش او ان الملكم متغلقش متوقع بس ده صح؟ طبعا غلط استفدتوا ايه؟ طيب هتقولولي اصل اللي ايده في المية مزي ايده في النار طب انت ايدك في النار؟ كسبت ايه؟ منتغاضيك عن الحقيقة مابل برج الجوزاء مهما كنتوا مضطرين ما تحاولش تتغضع بحقيقة ما تحاولش تجملها يعني ما تحاولش تجمل الحاجة عشان تعدي مش هيفيدك مابل برج الجوزاء هنتكلم على فترة يعني فترة خير ان شاء الله لكن قبل منتكلم على ايه التحركات اللي هتبقى متواجدة معاكم خلال الفترة هتطلب منكم الطلب المعتاد هو الدعم عن طريق الشير بالشراك اللايك تفحيل الجرس ليصلكم كل جديد وايضا ده بيساعدنا وبيدعمنا لعمل المزيد من الفيديوهات سريعا هنتكلم على تحركات الامر المتواجدة خلال الفترة يوم 23 و24 200 الامر في البيت الحداشر يوم 25 26 الامر في البيت الاثناشر يوم 27 28 2 29 الامر في البيت الاول او علي برج الجوزاء مع العلم في اكتمال ل مشانع برج الجوزاء وطبعا زي ما نقول احنا من كده من يوم 22 الشمس في البيت السابع ويوم 24 المغيخ ف البيت السابع قبل ما اقول ايه التحركات او التوقعات اللي هتها متواجدة انا بصراحة مش عارف اسمي الفترة دي التحركات اللي موجودة دي اسميها ايه يعني ايه الكلمة دي انتو الفترة دي هتبقى اكتر فترة يعني كل حاجة وعكسها متواجدة معاكم يعني انت تتلقى حل للمشكلة تتلقى المشكلة تانية ظهرت وتتلقى حل لها ظهر هتتلقى الخير والشر موجودين في نفس اللحظة الاثنين الازمة والحل موجودين في نفس اللحظة لكن كل حاجة هتلقى النقيب مش حاجة بتمشي بالسهل لا هي هيجيك خير هي يعني في الاخر هترسي على خير وهنا اتكلمكم ايضا وده بسبب اكتمال الامر عليكم لكن هقول لكم سبب يعني مثال بسيط جدا مثال نتج عن التحركات احنا دلوقتي بنقول اكتمال الامر في برج الجوزاء دي معناها في خير جميل جدا للمتزوجين جميل الشمس والمريخ في البيت السابع يعني في مشكلة برجل المتزوجين دي الطاقة اللي بتكلم عليها مع تواجد البيت الحداشر والاثناشر انا بتكلم في كل حاجة ماشية وفي حاجة تانية قصادة الاخرنت هتكلم علي الهواء significa باصل لانت خلين هنا في مكعبات حاجة من هنا تطلع حاجة من هنا تطلع حاجة من هنا وتطلع حاجة من هنا تطلع حاجة من هنا تطلع حاجة من هنا تخش هتجد انت نفسك مشتت بسبب الموضوع ده لذا اول شيء هتكلم فيه هو التشتت خلي بالكم متشتت في خلال الفترة ركز حاول تملك زمام الأمور لأن لخبطة حاول تملك زمام الأمور أهم التعوكات في خلال الفترة بإذن الله مبدئيا في العلاقة هتلاقي الحظ بيعانتكم وطبعا أنا زي ما نوهت في المثال اللي قلت عليه احنا منتكلم على تحركين يعني تحرك المريخ إذا كان كوكب الحرب والدم ولا تحرك الشمس على الكوص على برج ناري بس أيضا اكسامال الأمور في الجوزاء فالحظ بيعانت مش واقف في فرق الحظ بيعانتكم لو هاجبها لك هي بس شوية يعني اتعب شوية هتغط عليك شوية عشان توصل المشاكلة مع الشريك الحياة اه شدوا شوية بس اححلها لكم بعد هشوفة كان دي الطاقة اللي متعقدة عندكم عشان تبقى متفاهمين الطاقة اليومين دولة مماشي ازاي يعني تاني نقطة هنتكلم فيها ان معظمك هيعمل الحركة دي هيغير النظام حواليه نظام في كل حاجة يعني حتى في وقته اكله وقته شربه يعني باش كوبية القهوة لا انا هشوفها كمان ساعتين مش دلوقتي او هشوفها بقى مبادر ساعتين بتنم متأخر بتصحى متأخر لا انا هصحى بدري اتلاقى استغير النظام ليه متعرفش وهو كده انا ما زي انا طلبة معايا انا متخنقناش طلبة معايا فانت الاعساس ده ده لحسن اللي عندكم في الوقت ده لو كل حاجة استغير كل حاجة حواليك واللي مش عاجبه يالله شم البحر مش هشوفك وش هشوفهش ده الطاقة غريبة يعني اللي هتفرج عليكم من بره يقول ايه ايه المجنون ده هتكلمكم بصراحة اللي هتفرج عليكم في اليومين دول في خلال الفتح يقول ماله هديه ولا ماله ده هيحس ان فيه هنا لكن ما عرفش ان انت هنا حاجة زي لغبط الدنيا حواليك عملتلك ان انت كل حاجة عاستقلبها لكن مش اي حد يفهمك يعني مش اي حد يبصوا جواك انت بتعمك يا ليه دلوقت لكن هتفرج علي فترة خير ده نقطة مهمة ايضا يعني زي ما احنا قلنا البيت الاثناشر وتحركين الناريين والدم على البيت السعب عليكم والبيت الاثناشر ده عامل ازمة شوية لكن في البيت الاثناشر في خير بالنسبة لكم وايضا اكتمال الامر يعني المفوض اكتمال الامر دائم يعني احلى ايام اللي يتكون متعدة مع الاشخاص بالاخص نحن نتكلم في بيت اول لكن التحركات التانية هي اللي مقزمة شوية بس ان شاء الله خير في الفترة دي هيبقى عندك الجراءة الكافية انك تقدم على حاجة يعني كنت متردد فيها خطوة عمل كلام مكالمة رسالة مطالبة بحق هيبقى عندك الجراءة الكافية اللي انت تنفذ المراتي ده ايضا نقطة خير هتقابلكم خلال الفترة ان متوقع ان في خلال الفترة دي فيه شخص هتبدأ انت هتفتح له المساحة لان بسبب مواقف كده هصلت يعني ما بين كنت الاثنين بلقتوا تشوف ان الشخص ده معدنه طيب فانت او انت هتبدأ تفتحه المساحة للشخص ده هتبقى خير يعني التعرف يعني ان انت تقرب من الاشخاص هو شخص انت تعرفه يعني مش معرفة اهل لكن شخص معرفات خارجية على العموم لكن هتبدأ تفتح له المجال اكثر كصداقة كمعرفة كعلاقة يعني هتشوف معدن طيب شخص معين حاجة زي نور في وسط الظلام يعني بس ان شاء الله هيبقى ليه قدسوا دول مهمة كده ده في المستقبل هتضطر انك تعدي ولذلك بسبب ان فيه طرف اخر ضغط عليك في موقف انت هتعدي وهتعدي ده بسبب ان فيه طرف هو اللي ضغط عليك عشان تخليك تعدي وهنا هنرجع الى الكم اللي احنا قلناها في البداية استفدت ايه طالما الحقيقة بينا هتستفد ايه يمكن انت شاف ان الصح انك تضغط يعني الصح اللي انت تعدي لان الضغط جامد لكن مش في كل الوقت تعدي هو الزكاء اللي انت تعدي في الوقت الصح لكن طالما هتضطر بلاش دي نصحت لكم يوم هيقابلك في الاسبوع ده المتوقع مثلا من يوم من 27 يوم 29 هتخرج كل اللي جواك يعني با مرة واحدة اذا كانت معا في العائلة مع العائلة مع عمل هتخرج اللي جواك اللي هو اللي انت شايف وساكت او مطنش من زمان اللي هتدى هتخرجه بقى ده انت وانت 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 عملت وانت عملت وانت جاي تتكلم معايا وانت اصلا كزا وانت انفجار بقى كله اللي هو تعالوا لانتو كلكم بقى مش كل واحد عاد ياخد حدة منه ويقطع تعالوا بقى لما نتكلم بقى تعالوا لانتو فاكرين 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 نفسه اللي انا مش شايفوا يعني ده معنى كلمة انت هتخرج مرة واحدة الطاقة اللي جواك وده هيبقى صح اللي اللي انت محتاج لك انت تعبت انت تعبت او انت تعبت يا ماني برج الجزاء ان شاء الله بيذن الله تعالى الفترة هتنهي بخبر هيتسمعو او هيجيلك هتبقى انفراجة في شيء مادي عن طريق عمل رسالة طمقنينة خبر هتسمعو كنت انت فقدت الامل انك تسمعو ده حاجة زي هجدد الميا في المجاري اللي هو هيخليك تدأ تاخد دفعة تانية اللي انت تدأ تقوم تاني اللي هو شوية دواء او شوية مية بعد الجفاف ده ده معنى اللي ديات هتبدأ ترجعلك تاني عن طريق الخبر اللي ان شاء الله تسمعو هتبقى خبر يعني هينفذك معنوي اكتر ما هو مثلا معين خبر يمكن يكون مادي او مالي لكن هيفيدك معنويا اكتر اي وبقى لو انت هتقول كده اي وبقى فك شوية بقى ده معنى كلمة ان في خبر هيساعدك شوية في نهاية الفترة بالاخص موري بورج الجوزاء فترة زي ما احنا قلنا كل حاجة وعكسها انتو التحرقات الخير او الحز قد عدم التوفيق بالضبط يعني مفيش حجب مفيش كافة راقحة طاقة غير يعني انا منادرا لما بعمل قراءة وبشوف التحرقات دي في نفس الوقت التقاط دي الامر مع الكوكب مع الشمس عاملين تحس ان فيه مغناطيس متنافر لكن متنافر في حاجة دي يعني فيه الخير وهنا في ده في ده فترة هتطلع منها بخير لان في الاخر كاجماليا يعني انت هدخلين بعد كده على تحرقات هتفيدكم وانا زي ما بقولها المعظم الابراج شهر 12 هيبقى بداية راحة شوية اللي انت تمهت لسنة جديدة وان شاء الله هتبقى نهاية سنة وبداية سنة خير عليكم يا موليد برج الجوزاء وبكده بصلنا هات حالة النهاردة اتمنى اتنقل اعجاب حضراتكم وننسوش لو حالة النهاردة اعجابتكم محتوى القناة اعجاب حضراتكم هحتاجنكم الدعم عن طريق الشير والشراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومعادة السلامة